بسم الاب والابن الروح الكدسة الاله الواحد امين اليوم الاحد الاول من الاسبوع الاول في الصوم الكبير وكنيسة هنا بقى تركز لنا على الكنز السماوي لا تكنزوا كنوزا على الارض حيث يفسد السوس والصدى وحيث ينقب الساركون ويصركون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد السوس ولا صدى وحيث لا ينقب الساركون ولا يصركون لانه حيث يكون كنذك هناك يكون قلبك ودي الرسالة عشان كده بنسمي هذا الاحد هو حد الكنوز عشان انه هذا الاحد حد الكنوز انت كنزك الفين فقد ما يكون كنزك في حتة هيكون هو ده عينيك دايماً عليه أنا باستغرب ناس لو هم عندهم شوية سيغة ولا دهب وكده وبيبقوا وحطينهم في حتة ومخبيينهم ويفضلوا كل شوية شقاروا عليهم هم موجودين ولا مش موجودين ويفضلوا عينيهم دايماً عليهم لو واحد عنده اهتمام بحاجة معينة بيفضل عينيه عليها أما أنت الآن المسيح بيدي لك رسالة واضحة ويقول لك كنزك السماوي لا تكنس لك كنزاً على الأرض ليه تكنس لك على الأرض؟ لأنه بواضح جداً أن كل كنوز الأرض تفنى كل كنوز الأمر تفنى كل كنوز أغنياء العالم تفنى لا يستطيع أحد أن يحمل معه شيء وبالتالي هنا كنزك الحقيقي هو ما ترسله إلى السماء كنزك الحقيقي هو ما ترسله من أعمالاً صالحاً في قصة رمزية كده بنقول فيه أن فيه جزيرة نائية جداً كانوا يختاروا ملك كل سنة اللي يحب من كل الشعب يبقى ملك ما عندهمش مانع يعملوه ملك أي حد بس هي لمدة سنة واحدة السنة الواحدة دي يعمل فيه يقول أنا هبقى ملك هذا الملك بعد سنة يجوا يروحوا مداخلين واخدينه واخدينه على جزيرة تانية جنبيهم نائية بس ما فيهاش حياة تماماً ما فيهاش لأي نوع من أنواع المعيشة فينتهى إيه؟ إنه يموت كل مرة ينتهى إنه يختاروا ملك ويروح يموت في الجزيرة اللي هناك جيه ملك قال إيه؟ في خلال السنة دي أنا هبعد كل أساليب المعيشة والحياة للجزيرة التانية فبيشتغل كل السنة إنه ياخد من الجزيرة اللي فيها حياة ويودي على فين؟ على الجزيرة إنه يجيب بعد سنة هو نفسه ألوب أنا ماشي بقى خلاص فراحي أنا هناك لقى كل الحياة موجودة أنت تعمل هذا على الأرض لا يوجد حياة أما في السماء هو كنزنا الحقيقي نرسل كنوزنا إلى السماء لنحيا إلى الأبد في المسيح يسوع ربنا يعطيكم كل نعمة وبركة والإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد أمين